من مواطني محلية المناقل مدينة المناقل مربع اثنين في مربعات حي المحافظ 37 و 38 و 39 و 42 و 43 ظهر اعلان في جزيرة الخضراء ببيع الميادين والفسحات العامة بالمزاد العنلي وحددوا تاريخه من هنا احنا تحركنا ورفعنا تظلم للوزير سلمت انا شخصيا الخميسة القبل الفات لمكتب الوزير شخصيا ومن هناك حصلت توعية للناس في خطورة الموضوع ده والناس وقفت فيه بس الشيء لنا كنت داير اكد عليه بانه المعتمد شخصيا بنفسه كان بيقول بانه بيع الميادين دي كالهدف منه استخدام الاموال دي في التنمية نحن دايرين ناشد كمان برضو السيد والي الولاية بانه نحن كمواطنين تنمية تمنى الارض بنرفضها الارض ما بديل لتنمية عندنا وما نحن ما بنقدر نفرط في وطاتنا في مقابل التنمية خطة البيع نحن عايزينها تتلغي تماما كأن لم تكن في الجفلان ديل ديل قطع تم التصرف فيها والسيد الوالي في مسؤولية مباشرة من اربع جهات هي بين ايديك المواطني المناقل ووجيه وناشد بالحفاظ على ممتلكاتهم العامة لان العامة دي بتاخد كل الناس الفغير والغني الغوي والضعيف وما ممكن نستغنى عنها ابدا ونهنا نتمشي مع المصلحة العامة والوضع العام للناس يعني ما ممكن نستغنى عن هذه المساحات التي أصلا تم تخطيطها بمهندسين وكفاء وفي الخطة الإسكانية لابد من موجود مساحات مثل هذه شي غريب كونه إنه أموال الميادين للتنمية يعني المحلية بتبيع الميادين عشان تدخل أموالها للتنمية وتعود بالفايدة على المواطن اللي اتباع الميدان بتاعه اللي بمارس فيه حياته الطبيعية اللي هي أصلا تنمية تنمية عقول تنمية اجتماعية ممارسة أنشطة وغراض كثيرة جدا موجودة من أجلها الميادين الولاية والدولة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من كاسس حصلت أكدت على أن هذه الميادين هي ملكة للمواطنين ولا تباع أول مواطن قال إذا كان ثمن التنمية هو الأرض إحنا ما دارين وأفتكر دي حاجة واضحة جدا إنه الناس أرضاء ما دارين تدباع عشان هي تنمي لأنهم ما أعتقد إنهم مقتنعين بأن بيع الميادين هو المصدر المباشر والإضافي والجيد لأموال تنمية التنمية عندها ميزانية الدولة المخصصة لها التنمية عندها الربط المقرر من المحليات والولايات وفي أنشطة محددة محددة القانون لا يمكن تجاوزها لا يمكن لتصرفات فردية وقرارات فردية يعني ما ممكن إيزال بيجي خدته مسؤول عن حتة بيطلع طرق ووسائل لجلب المال حتى لو بيع الميادين يعني الأمر ممكن يتطور يصل لأكتر من كده فالقصة دي حقيقة تحتاج إلى مراجعة لأنه ما أول مرة نحن نعرض قصة ميادين في أحياء معروضة للبيع بعدها تم التلاجع عنه الاحتجاجات المواطنين وتجمعوا في الأحياء ووضعوا خيم وعملوا لافتات وقالوا ما نتحرك من هنا لحد ما تلغي قرار البيع ألغي قرار البيع معناه القرار من البداية من الأساس كان مجازفة نجرب إذا الناس سكتت نبيع الآن الكلام ده واضح أن الدولة ترفض بيع الميادين الرئاسة الجمهورية على مجلس الوزراء على كل المحليات على مستويات الحكم أن الميادين هذه لأغراض محددة وواضحة للناس عشان تقدر تعيش فيها حياتها فممنوع بيع على هذا الأساس نحن كنا عايزين نتواصل مع الجهات المسؤولة نشوف الفكرة اللي خاطرت على باله والسبب اللي خلاهم يقرر بيع هذه الميادين ونشوف الفائدة اللي حتعود أكثر من موجودة لأنه زي ما قال المواطن الأول في إفاته أنه قالوا ليهم دي من أجل التنمية أموال التنمية يعني عيننا مفتوحة على كل القضايا في المجتمع ومتابعين معاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على ذلك من الموضوعات لكن دعوني أشكر من شارك معي هذه الحلقة في أسلم التعليمي الأستاذ صلاح الطيب الأمين خبير التربيع على الخط الهاتفي كان معي الأستاذ فحطح الرحمن عباس عبد الرحيم نائب رئيس المجلس التربيع بولاية شمال كردوفان وعضو لجنة الشهون الاجتماعية بالبرلمان موضوعا الثاني كان حول شائعة الذهب حول المدينة الرياضية مشكور مدير الإدارة العامة للثروة المعدنية بالهيئة العامة لأبحاث الجولوجية الأستاذ محمد عثمان الجزولي وبصحيفة السودانية الزميلة الصحفية الشيراسي فالدين وموضوع ذوي الإعاقة كان معي الخط الهاتفي الأستاذ بجدين أحمد حسن الأمين العام للمجلس القوم للأشخاص ذوي الإعاقة وبروفيسور علي فرح أحمد أستاذ علم النفس كلية التربية جامعة السودان مشكورين على المشاركة في هذه الحلقة نتمنى أن تكون عيننا قد رأت وأذنكم قد سمعت وشاهدتم معنا هذه الحلقة نلتقي في عين على أخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة